موسيقى مشاهدين كرام مرحبا بكم على القناة وعد الفضائية انا شيف كريم وهذا اليوم مطبخنا شيف وعد كيف حاكم ان شاء الله كلكم طيبين راه اليوم عندنا وجبة اقتصادية صحيا ومفيش احسن منها خفيفة وهي عبارة عن استلاطة المكونات متاحة رخيصة جدا عبارة بطاطا زيتون كبار تشوغا طماطم شوية كلماري شوية قمبري والفواكت البحر هذي متلجة يبقى هذي تعتبر اقتصادية نفيش داعي نمشي للسوق نجر كيلو قمبري باش ناكلوها نفرين حنا ناكلوها منهم نفرين انا بنذير وشبه واحدة انتم قلدوني وديروا زيها وبنديروا معها شوية كريمة واللون الكريمة من العشاب حديقة وعد اول حاجة خنولعو خنولعو النار متاعنا انا غلت البطاطا غلتها بالقشرة متاحها وشوية ملح واني بتطوى نحمرها اول حاج ناخدو شوية ملح غليت الفواكت البحر واستعملت ان الطنجرة هذي شوف هذي الطنجرة صغيرة اللي ساعمل فعل لليلقالي تشيبس انا غيرت الطريق متاحها بنحط فاها الفواكت البحر فسطة وانطلحها هيك نصفها طول ونجيها للطوع ديركت ما عنيش لازم نمشي بها للحوت والصفي مش عافيش طريقة هذي اسهل وهذه اصلا تستعمل لعدد حاجات تمشي الخضرة تمشي للمكرونة استعملوها كما تبوه هركز معا ان تمشي للقلي حاجة تانية الوجبة هذي حاولت يديروها في البيت او ديروها حتى في المطعم نقصوا من الصلاطات اللي نديروا فيها ديما نفس التشكيلة في كل مطع المشهولة ناكلوا دائما نفس الوجبة نفس الشربة نفس الصلاطة الابلسية او الصلاطة ليبية الصلاطة المايونيز الصلاطة الروسية صلاطة الكرمب صلاطة بتاعفيش غيروا الجوم تاحها احنا عندنا بحر وعندنا فواقط البحر كتروا منا وسعرها جيك رخيص من في اجدعي تقيموا في سعرها اخاطر انني استعملت اقل من 100 جرام جنبري واقل من 100 جرام كالماري يبقى ساد لوجبة واحدة ورخيصة جربوها تعالوا معاي نديروها مع بعضنا وشوفوا حاجة تانية بنحط فسطها حاجة تانية بنحط فسطها زلت لها حاجة اسمعها بروسكيتا بروسكيتا هذي عبارا على خبزة فارتاخدوا فردة الخبزة الطويلة اللي عندنا في البلاد وقصوها جنبية وانا بعدين نبدأ نحمرها وفي ايطاليا بالكامل البروسكيتا هذي تندير بعدد انواع حانيا صلاطة هذي بنديروها طريقة سهلة خفيفة وصحيا اوكي هل نحطوها في الفرن بعدين بشتطلع هي سخونة ونحطوها لجنب وما بين الطاوة متاعي قاعد تسخن نبدأ ننقشر البطاطا متاعي على سريع غليتها بشوية ملح وحطيتها في المياه قاعدتلي منكم تاع عشرين جيجا بقشرتها وخصلوها شوفها حتى لما تحطوا للملح فصل المياه البطاطا تدير لونها واصلا هذي بطاطا ملح قشرة بطريقة هذي ما تغلوهاش اكتب من نص ساعة كانت زي ما جيت قشرةها تتكسر منكم انا بنمشي باها بطريقة هذي هذي راي علوة وسعلة راهوا الحلقات الجاية عنا هلبة وجبات هنستعملوا الأكتبوس القرنيت سامو فيه عنا عالة وجبات وان شاء الله ما بعضنا انطيبوا حاجة حلوة هذي راي صحينا جمعت النباتيين جمعت الفيغان تسميهم كما تبوا تسموهم غير فيه الحوت بس الله هذي صحينا حتى لو كليت شوية بطاطا ميسير لها شاي هذي ما عاش نبوها نوحو طول والطاوة متاعت قاعدة تسخن انا بنستعمل الزيت المروج نباتي خفيف وما بيش نقطر منا شوفوا اصلا عندي طاوة تفال تفال هذي صانعينها بالعاني بيش منستعملوش الزيت وبطريقة هذي نقدرنين نوفر حتى الزيت في الحوش في جداعي نصرف زيت ما بين الحياة غلطت اليوم شوفوا البطاطا المقصفة نحس فاكا انها شوية كريسبي من داخل نباها بالعاني هيكي منها متكسرش مني وطاوة هي أصلا بتطيب فسط الطاوة أول ما تسخن الطاوة مليح بننقص فيها وبنحط لها البطاطا هذي من ناحية الراسة هذي من بيهاش خدي بيفسد للماكلة حطوها كيا تم هني طاوة نبا ننقص حطها طول الزيت او مشيف الجنب وتاوة نعطاها لوية منها لها خلاص هذي ما نبا شفته خمسة ثروف هذي وشبه واحدة ما فيش داعي ناكله حنيه بالعين ونبو كيلو ومش عارفة ايش هذي كله ملح ما حطيت فسط ما فيش داعي نحط ملح حطله شوية فلفل اسود ونبناخد العشاب من الحذيقة هناخده نوع من كليل صغيرون هذي البيبي هذي تشبه فيه انا بنقصه وانا مش حنستعمل اي بهارات بهارات ما فيش مش حنقفوتها اكتب من ملح وفلفل اسود هذي البهارات متاعي نبيني حاجة طازة ونبايق تصيص صحيا هلاش قلو لكم صحيا في كل حلقة هناخده راهوا وجبتنا كلها صحيا راهوا اللي عمره عشرين ثلاثين ياكل الحديد لما توصل ربعين وخمسين تقول يواك ما انا تبو دوات تبو مش عارفة ايش برداء بطني مش عارفة ايش حموضية حرق هناخد حرق غادي توصل سبتين ما زال اكتر توبوا ماكلة المستشفى ما تاكله من الأول خفيف هذا كله ما يصير هذا كطاحت خلوه غالي تقول نجيبوها من الأول كوله كي الساعة شوف البطلات كيف والدت حلوة كأنها تحمرت زيس تشيبسا لتوها على نار هادي واليوم ندرنا حتى النوع من دي توكس مشروب متاعنا اللي نديرو فيه بالمية اليوم بنديرها بالنوع من الشاهي بالنعناع هم هم يسمو فيه فيوجن على بارنا عشاب الشاهي ماهوش الشاهي الحقاني عشاب الشاهي نحطوه فيه مية نغلوه في إيتر مية نستعمل ممكن أقل من 10 جرام وموم ياخدوا القوستو متاعه وبالين نكمل عليها بالفواقع وهذا ممكن ينشرب على طول ما غير سكر ديما ما غير سكر شوف البطاطول بتاعي النبات تتحمر كأنها تشيبس كأننا نطوم نجيب الصونية رأي أنا اكملت ما زال عندنا نجوي الصلاة طبعا نحمر اللي لدي عليك كلها غير نبعا نوريكم واحدة واحدة ممش مستعجلين عندنا وقت نحمرو أحط من الجهة الثانية بش كل العشاب هذي اللي ذرناهم اللي هو الكليل البيبي هذا الصغيرون هذا الصغيرون تشبحوا فيه يقوستو متاعه يختلف على الكليل الكبير هذا أخف وهذا أقوى حال نستعملوه لما طول نحمرهم بالطماطم ما بين هذا جو ماشي أنا بنوتي الخلطة البروسكيتا متاع الخبزة بناخد شوية طماطم هذي فكنا منها ناخده طماطم ونبش نكتر نبي شوية بس ونبسونيها هذي غويته قصول طماطم أول حاجة النص وبعدين النص طريقة هذي سهلة ما بين البطاطم طعنة قاعدة طيب هنجيب السكينة الكبيرة ونضي نقرد الطماطم بتاعي باش للبروسكيتا البروسكيتا هذي تندار بالقرعة تندار بالبتنجان توحني راوف كل سلطة هنديروها هذي ما فيش من خير منها شوف هذي ساهلة راوف تماما هذي وات يكي ها هي تم هذي بسكيتا انتاعي هذي الخلطة انتاعي ناخد الخلطة هذي وبنحطها بالسونية الغويطة وبنحط فاستها طوى قليل من الزيت المروج من باش نكتر خاطر نباها خفيفة تم شوية فلفل اسود وشوية ملح من باش نكتر هذي ملح غليط لعندي منحط هذي ونمشي مرة تانية الحديقة طوى بناخد شوية كليل زي هذي في الصالصة اللي موجودة هني منقول لها هكي الصالصة هذي باش ياخذ القوستم بتاعه هذي واحدة بعدين مش ناخد شوية كبار ونحرقوا البطاطا وننقصوا في حرارة المية للكلاماري هندوروها هذي شوفوا كيف ولد من الجهة تانية نحا لننقصوا هذا القبار ونقصوا من الجهة من الجهة من الجهة سنقصوا هذي الكبار ولكليل ونقصوا ونقصوا بطريقة هادي ها. وهدي خلطة البوسكيتة متاعي واتية. طب نخلقها تستريح هاكي شوية لنوليها ونمسحو التابلوم بتاعنا. اللي هي اللوحة بتاع البلاستيكا. نصمو فيها التابلوح نحنين في المطبخ. هادي الثم. البطاطا متاعنا واتية. شفتو غليتها وبعدين حمرتها. شفك ولت. كأنها كريسبي توا. وهادي من داخل زي البوري. غليتها ومنبرك تقعد كريسبي. وطيبتها على نار هادي. ما بتش نعلي النار. كنادر بنحرقها. بطريقة هادي بتمشي واحدة واحدة. ونجو للفواقط البحر متاعنا. اللي استعملتها نيه. شوفوا ما عنديش هلبة بضعرة. شوفوا ما عنديش هلبة. شوفوا ما عنديش هلبة. شوفوا ما عندي ممكن نقرش واحدة. نبهي مانين جرام. مانين جرام ما عنها قريب خمسة طروفة. شوفوا ما تنسوش. كل ما يقعد في المياه الفواقط البحر كومي يصغره. نخليه دربة واحدة بس. ها سريع. حطها حط هذا عادي. المعدنوس يعطي قوسته في المياه. بش هاي مشكلة. نصبه طول هادي. هاي تعالي. ما زال عنا جنبري. ناخد هذا وخلاص تميته. طبام هادي واتية. ونعلي في النار متاعه. المي هادي معاش نباها. والبطاطا متاعي واتية. نعلي في هادي. وهادي منحها. بنحطها على جنب. نولي للطاوك تانية. نعلي. طبعا لو هادي ما قلناكم نلول ديروها حطا في المطاعم. طبعا المطاعم اللي بديروها تبتوتو تبتوتو الخلطة قبلها. اللي قبل ما يجيه الزبون. واتوا الخلطة قبلها. غلوا البطاطا الصباح. وهو ما يجيه الزبون. ديرو الطريقة هادي. خلي الخط متاعك كلها جاهز. وفقل من خمس دقايق ينذر. اني غال الخط البرنامج. بنمشي واحدة واحدة. خطاني عندي سرعة. ممشي موريكم السرعة متاعي. نمشي واحدة واحدة ليا. هادي ماشي بطريقة هادي. هادي تغلي. هادي ديروها حتى هي وطاها قبلها بوقت. هادي بقليه النبو الليمون. ونجيه للتومة متاعنا. بالقشرة متاحها. وبنحطها. متنسوش. انا استعملت الزيت النباتي المروج. بس هادا ما بستعمل. زيت طرف تانية. حطها هنية. ده انا بنحمر معاها حتى البصل. البصل اللي بنستعمله نوعه احمر. مش هادا. هادا نصه احمر نصه ابيض. وهذا احمر. هادا سقري لو. ابن هادا. استعملوا هادا خير. كليش بناخده منه. بناخده منه هكي شوية. ما بيش ناخده اكتر مكية. هادي وجبة واحدة ارى. دي ما خلوكم في الوجبة واحدة. بعدين تب الجاه. طبعا في نهاية الحلقة حتشوفوا الجميع المكونات والمقادير. والاعاد ما بتنسوش. للمتابعة لحلقتنا خشوا على صفحتنا. على يو يوتيوب موجود وعد تي في. ونتبعوا كل شي غادي. واحتمال حتى بنحطوه تقوم على ال اف بي. او تقوم حتى انستغرام. ما في شي مشكلة. المهم تقوم هادا كلهم موجودات. طبعا نبنستعمل البصلة نباع. دايريات بطريقة هادي. هادي طاوة غليدة شوية تاخد شوية وقت بيش تسخن. خنمش باكي خير. طبعا ردبالكم لما تقصوها. انا نحط فيدي ما تعود بها. انتم مرتبالكم. ستسكين هادي حامية. يوفى. هادي من البيهاش. وهادي ثم. وتوم اضعنا. هادي قلب واتية. دوروا اللبصل. زيدوا حمر بطريقة هادي. ايوه. الكملية. ولو الاطماطم. بناخد شوية اطماطم. هادي بش ندير. السالسة من تحت. هي عندها زو صلصات. عندها صلصة من فوق. وعندها صلصة من تحت. السالسة من تحت جاية على البطاطا. والصالصة من فوق جاية على الكلماري والقنبري. ساعد اكي. هادي طريقة انتحها. انا اي خلاص. اوه من نحاها هيكي. هبط في النار بتاعها. قيمة بطريقة هادي. وصبها صبا. وما تخافش منها. قليتو. وحركها في الاهواء هيكي. اوكي. ايكي مليح. هادي ما عشني بي. من نحي. ممكن اندار. شوف كل ماركف قعد كبير. كانت اوه خليتها مزان تاع خمسة دقائق. او ولا صغير. اهلي صلاطن تاعي ماشي مليح. ناخد طماطم. بعد ما طيبتها كلها. طماطم. نطيبوه نصف طياب. شوية ملح. ونبش نكتر. ونحطولها في الفلسول. خط هو جوه كله في الفلسول. طيب اوه هيكي. وطونا اخدو شوية عشاب. باش نعطوها جوستو مليح. عادة نستعمل في الحبق. النعناع. والمعدنوس نستعمل فيه شوية. ونحط في الكليل. الثلاثة هادو ما بعضهم. في شي مشكلة. خلوه هيكي بتجوستو متاع طماطم. هذا النعناع. الطماطم تطيب متاعها. لازم يقعد نصف طيبة. تم تطفع النار. وطونا نولولها بعدين. قصوه غليط. مش رقيق هلبة. طريقة هادي. مش القوصوه يقعد كله. ومايتبخرش. على النار طافي حرقو العشاب. وكانك يجيو تشموها طوى. ننشم في نعناع ونشم في الحوت. في الكلام عري يعني. مليح. صدقوني يا رأي مليح هادي خفيفة. هادي واتياء. نوقفو عليها ونمشو لجاهة تانية. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.